اشتركوا في القناة احترام الحقوق والاخرين احترام الحقوق الله سبحانه وتعالى كذلك الى غير ذلك من الامر اللي حتى على الاسلام ولكن كذلك حتى على امور اخرى تهم يعني تنظيم الحياة العامة من تجارة ومن تعاملات الى غير ذلك وكذلك حتى مسألة ديال الضوء هناك مجموعة من الاحاديث اللي غارد يوقف عندها فضيل الاستاذ داعي والشيخ أستاذ عبدالرحماس كاشي اللي كتكلم عن هذا المسألة الضوء في الحديث الضوء في التعامل الدوق في مجموعة من الأمور التي نحتاجها لها بطبيعة الحال تلقى إنسان أنه أو يظهر على أنه إنسان عابد تعتقد فيه الخير ولكن ربما طريقة الكلام طريقة الحديث طريقة التعامل عدم احترام مجموعة من الأمور أو مجموعة من التصرفات تتخلي من أنك تتحرج من هذا الإنسان للأسف تعدى حدوده في مجموعة من المسائل التي نحتاجها إلى الضوق الضوق العام كيف نتعامل بشكل راقي بشكل لطيف بشكل لبق مع الآخر فهذا الشيء هو الذي ستكلم عليه معك فضيل الأستاذ دعية والشيخ الأستاذ عبد الرحمن سكاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في فحالك يا أستاذ الفاضل الحمد لله على كل حال أولا نتمنى لك الشفاء العاجل الأستاذي في الحلقة أو في الأسبوع الماضي يعني كنت مريدا وعلى أين نحن نتمنى لك عموما الشفاء يا رب والصحة لك وحتى الوالدة اللي بقحت هي مريضة الله يشافيها ويعافيها يا رب جميع المستمعين تتمنى ودعواتكم مع عفضية الأستاذ الدعية والشيخ الأستاذ الأحمد سكاش بالرغم من أنه ما زال مريضا إلا أنه آبا إلا أن يحضر معنا ويدوز معنا هذه الحلقة هذه فالله يجزيك بخير ويجعلها في ميزان حسنتك إن شاء الله أستاذ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبابي في الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم وأحيي إخواني جميعا داخل المغرب وخارج المغرب أينما كنتم أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في زمرتي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمين 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 قبل أن نبدأ الموضوع أحب أن أعزي أخي الطبيب الدكتور محمد معافري في وفاة والدته السيدة الفاضلة فاطمة تحسد أرملة المرحوم المعافري محمد معافري أعفوا الحسين معافري التي وفتها المنية خلال هذه الأسبوع نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبلها عنده في المحسنين ويجعل كتابها في عليين وأن يخرفها في آلها في الغابرين عظم الله أجركم أخي سي محمد الدكتور ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون هذه الفقيدة ذكرتنا بوفاة الصالحين كما حكى لابنها الدكتور محمد معافري ماتت وهي تتلل القرآن الكريم سبحان الله ماشاء الله يعني ميتة منها كل إنسان أن يختم الله له بخاتمة الحسنة وأن يرحل إلى الضار الآخر والله راض عنه ويتل القرآن الكريم والله هذه الأمنية الإنسان يخدم عليها حياته كاملة فأن يموت الإنسان وهو في وضع يرضى الله عنه فيه ليس بالأمر السهل ماشي لحظة دية التال ديك الدقيقة عدغد الإنسان يعيش مع الله فلابد أن الله سبحانه وتعالى يكرمه ويتبته ويتوفاه وهو راض عنه فقد سيدة نحسبها كذلك والله نحسبها الله سبحانه وتعالى توفاه وهو راض عنه وختم لها بالحسنة كذلك كما أتقدم بالشكر الخالص لأخي وصديقي العزيز كذلك الدكتور الطبيب عبد إله بن زكور وأشكره غاية الشكر وخالص الشكر وأتقدم بالشكر كذلك الأخ علي أسلم وصديقه إبراهيم والله سبحانه وتعالى نتوفى والد أخي علي أسلم بالمغفرة والرحمة وأن يحفظ الوالدة وأن يرحم جميع أموات المسلمين أينما كانوا اللهم ارحمهم وعافهم وعفو عنهم أجعل قبورهم روضاتي من الجنان يا رب العالمين وأحفظ الوالدين الأحياء متعهم بالصحة يا رب يا رب يا رب آمين كنت تكلمه على الدوق والدوق يعني هو خلق قبل كل شيء هو خلق مطلوب في جميع الجوانب ديال الحياة ديالنا خلق يعطي المولاك يعطيه واحد الجمال واحد الإجلال واحد التقدير واحد الاحترام لأنه خلق نابع من الأعماق ديال الإنسان إنسان دواق ليش هو الإنسان اللي غير غادي غير غاديك يدرب ولذلك المغربة يعني عندهم دك المثال الشعبي الرائط يقول لك هذا غلاق ماشي دواق يعني هذا خصوية عمره كرشو لأنه كدر نعورة ديال الكرشو ديال المعداو تتنضل دك الأوجاع ديال البطن اللي خصوية سوف ينتهى الأمر ولكن ما تعرش نتياكل المهم خصوية عمره كرشو وكذلك حتى للإنسان اللي غير كي يلبس كي يلبس اللي يلبس إنسان غلاق ماشي دواق يعني المهم شي حاجة اللي تترو ماشي كي يلبس شي حاجة اللي تناسبه وتتركه الجمال اللي سيد ربين الله الجميل اللي يحب الجمال مكيناش علش كنت تلمو على الدوق الدوق لأنه صراحة أغلب أقول ماشي كل شي ولكن أغلب المسلمين غاب عليهم الدوق وفقدوا الدوق إلا من رحم الله خصويا كثير من الملتزمين أيه كان نقول لنا ملتزم كان نصليه كان نعبد الله ولكن أين الضوق في حياتك أين الضوق الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان ظواقا كان إنسان كي يحس بالآخرين كان الرحمة كان تقدير كان كان الآن يكفي أنك تدير واحد لإطلال الواقع ديالنا على شوارعنا على أزيقتنا على حالنا على الناس سواء في أمورهم الخاصة أو أمورهم العامة تجد العجب العجاب العجب غا في الطرقان أنت غادي في الطرق في السيارة إلى آخر كتشوف العجب العجب واحد كي يضوب الأخور ما راضيش به والسبان والملة والوالدين كيتسبور كيتسب استغفروا الله العظيم ولا حوله ولا قواته على كل حال فوالله العظيم الآن تصدر من المسلمين يعني سلوكيات ما فيها لا دوق لا لا حزن في حين أن الإسلام دين دوق أن الإسلام دين يعني يحس بالآخرين ما شاء الله وصف لأن بالدوق كيتحلوا المشاكل والمشكلات بالدوق كيف يفزون الناس بالقلوب الصافية يعني إليك تضواقرة الناس كلهم تقدروا كنت تكون محبوبة عن الآخرين بالدوق ما غاديش نلقوا الغل والحسد والحقد والكراهية والبغض بين المسلمين بالدوق سنرتاح وغادي انطماء النوق وغادي تكون حياتنا كلها جمال وسعادة وتكافل وشكعون شي الآن كما ذكرنا قبيلا ما خافيش علينا هذه النحيطات التي يعيشوا المسلمين الآن نحن أسوأ مرحلة أسوأ فطرة عاشوها المسلمين في التاريخ ديال ومن نهار بدل الإسلام إلى اليوم أسوأ فطرة عاشوها المسلمين هي هذه هي التي تعيشها الآن يعني نحطات في كل الأمور بطبيعة حال رأى لما تتنحط الأخلاق على الدنيا السلام دير عليها بحالك ف لك هم الشخص و و و ونفسه الآن في الحياة ديال نفسي وبعضي طفل رأى ولاد ربما ما يفكرش فيهم والله العظيم ف إلا بغينا نعرف الدوق شنو هو الدوق لأن الناس دوق نحن نتكلم على شي حاجة شي ماكلة ديال دائما مقترن ربما اللبس ديال ناتي يقولك الضواق ولا في ماكلة لا الدوق الدوق هو واحد تتكون عندك نفس مرهفة مرهفة معنى مرهفة يعني تتحس بالاخرين عندك روح جميلة شعور بالجمال تتحس بالنظافة بالجمال إلا بغينا نقوله الدوق هو النظافة لأن من耶 تيبدأ الدوق تيبدأ بالنظافة تيبدأ من الروح لما تكون صافيا معمولها لما تكون التوحيد لما تيكون الانسان لاعتقاد ديالو صافيا لاعتقاد ديالو نقي ما كانش شيرك لا تمسح بالقبور ولا بالأولياء ولا هذا يجمد ولا beast للmark ما كانش الروح صافيا النظافة نظيف كل شي النظام الضوق الذوق هو الحس المرهف ونفس الشفافة اللي كتدرك الخطأ إلا تدرك الخطأ كتدركه تغياءه وتتسرع الذوق هو الرفق بالناس الرفق بالحيوان هو الفن إلا بغينا نقوله والله يجازيكم بخير الذوق هو الفن تعامل مع الناس كيفاش تتعامل مع الناس مع الاخرين كتدركه لما كي غضبو وكيفاش كتحلم عليهم وتسمح عليهم كيفاش يعني النظرة ديال العين ديالك المشي وحدتي ديرشي حاجة الاخرين كيفاش كتكون نظرة ديالك يعني هادئة التفاصيل ديال وجهك كيف فإذا الدوق كنقوله هو التواصل الرائع مع الاخرين كيف يمكن لك تتواصل مع الاخرين كيفاش يمكن لك في موقف حارج كتكون يعني تابت وهو ما عبر عنه الله سبحانه وتعالى في كتابي الكريم لما قال يوتي الحكمة من يشاء ومن يوتي الحكمة فقدوثي خيرا كثيرا الدوق روى الفطرة لما تتكبرت الفطرة هذه بندم إلى شد في الدين دياله راكي بقاتها بتعليها إلى مسخارات مسخات الفطرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فمن لك يحترم الحياة ولذلك تنخله حنا الدوق را هو واحد المنهج ديال الحياة يعني إلى خديتي الفطرة ديالك وحافظتي عليها ولتزمتي بالدين ديالك را تتعيش الحياة لأن الدوق فن منهج في الحياة فلا يمكن ما يمكنش أن نقوله على واحد إنسان عنده دوق اللي كيرمي القمامة في القارعة الطريق أو لا في الحداش دليل تناش دليل كيطل منش ترجم يديرها في ميكاك حلا فر يعني يعني سوفت عشر متور تفرش في الشانطي اللي دازت سيارة كتسمح واحد واحد ما إن شاء الله لاحوله ولا قواته إلا بالله الدوق ماشي يعني أنك تصرخ في الأماكن العامة قد تغوط بواحد الشكل هستيريكي كما كنسمحه الأهل إنسان تبدير على يخرج الزنقاء مع واش ذاك الوقت كيف يق أم ديال الناس أدرى ماشي دوق هذا أدرى 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 الحمق حمق بعيني فلذلك تنقول الدوق منهج خصنا ربي عليه نفسنا وربي عليه حياتنا فالإتيكيت إذن كما كيقول أحد العلماء الاجتماع في الغرب ماذا هذا كلام ديالهم هو كلام كأنهم أخوض من الإسلام شوش كيقول قال لك سيدي الإتيكيت الإتيكيت هو الذوق عندنا سندوهاق آه لبس واحد لبسا آه عنده دوق شوش كيقول هذا العلم قال لك سيدي الإتيكيت إذن لا ينحصر في استعمال الشوكة ديك الفرشت الشوكة والسكين والعطر الفواح ولباس دور الموضة العليا ولكن الإتيكيت منظومة منظومة سلوك أخلاق أخلاق يتقوم على إظهار الاحترام والتعامل بالأخلاق في كل موقف هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام ما لبس المين أخلاق إحنا راه الفضنا الإسلام جرينا عليه هنا فعلان نفقنا وبدينا كانت زعم كانت طوروا راه كانت تعوّروا كانت طوروا كانت طوروا فين غادي الى اين الله اعلم الى اطلالة بسيطة 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 على ما يُعرض في الفيسبوك يوتيب تويتر مواقع التواصل والله العظيمة تشوف العجب العجب كيفش الناس ولت الفيطرة ديالهم كيفش ولت دوق ديالهم الدوق ديال واحد المرأة واقفة قدام كاميرا تصور المؤخرة ديالا تقولك انا كنت صغب لكم الحلوى ونطير لكم الى القرية والنس لا يشوفوا الحلوى الدوق قالت هذا هذا دوق هذا شو كي تقول لعنا مستهجن هذا الدوق هذا شو كي تعفن عندنا الدوق ولعنا الدوق معفن بشكل غريب جدا هذا رأى مرض لك انتساءله هذا هذا وج دوق ولا مرض أصاب دوقنا وفسدتها دي الحد لما تنشوف هذه الأمور هذه لا حولة ولا قوتين رأى الله أربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تكلم في آيات كثيرة عن الدوق ولا نذيق أنهم عذاب الأدنى دون العبد وإذا أدقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناه منه إنه لا يأوس لا تكلم سيدربي على الدوق في القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة القرآن رأى ما خلح تشي حاجة ولذلك إلا نبغينا نفصله كثير في هذا الشي الذوق الذوق الآن فقدناه اهتمع الوالدين ديالنا كل اللي فقد الذوق مع الوالدين دياله سيدربي سبحانه وتعالى أمرنا باش ننتهلوا في الوالدين باش نعملهم بالحسنة باش نحسنوا إليهم ماديا معنويا ما عندكش ماديا أحسن معنويا الآن ما بقاش هذا شي نسمعه في الأسئلة التي تطرح علينا الخصامات والمشاكل بين الأباء والأبناء الصراع وكأنه ليسوا أباء وأبناء يعني بأسرة صراع حروب وصلنا الوالدين على سيدربي فين هو الدوق ديال أنك تتعامل مع والديك بالتي أحسن فين هو الدوق ديال أنك ما تدخلش على أمك جي الدوق في المبن دياله على الدخل كيدخل ويحل ويشوف شي حاجة اللي ما عمروا غدين سأف حياته نهائيا وكيحرج موكيحرج لا حولة ولا قوة إلا بالله ونفس الشي بالنسبة للوالدين ولا حولة ولا قوة إلا بالله فالدوق كذلك في الأصوات المزعجة هذه الأصوات المزعجة اللي تنشوفوها تنسمعوها في الواقع ديالنا صوات الدراجات النارية إنسان ما عندوش وما عندو التمية كل أعباد الله ومزيره وشرالي دراجة النار ودار لهذه الجعب ولي لآخر ما شاء الله صداع في الزنقة نهار كامل وغادي يجاي ثم صداع ديال جيران واحد يصداعك من هنا واحد تلقى لكلاسين دياله سهران مع نفسه لا حولة ولا قوة إلا بالله شكرا